فاز رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد صوفي بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لقياس الجودة آيزو لمدة عامين كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947 وأكد خالد صوفي أن الفوز برئاسة مجلس المنظمة الدولية لقياس الجودة آيزو يعد تتويجا حقيقيا للاهتمام الكبير الذي تليه مصر بهدف تفعيل دورها الريادي لتكون ضمن الدول الفاعلة في وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولي